هل تعلم أن 25% من أداء أطفالنا في المدارس يعتمد على جودة نومه؟ سنعطيكم الليلة نقاط عمياء في النوم وأرحب بالدكتور محمد الحاجي دكتورة العلوم السلوكية والاجتماعية دكتور محمد شرفتنا أهلا وسهلا حياك الله النوم هل لها علاقة بجودة حياتنا؟ النوم يرتبط ارتباط أساسي بجودة حياة الإنسان يؤثر على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية كذلك دعنا نأخذ مثال نعرف أن يفقدون جودة النوم نسبة إصابتهم بالسمنة أربع مرات مقارنة بالأفراد الذين يحصلون على جرعة النوم الكافية كذلك نعرف أن 15% من حالات الزهايمر والخرف هي تعود لقلة النوم فبالتالي إذا شفنا أثر النوم على الجسد و كيف يمكن أن يمرضك ذهنيا و جسديا فهو بالتأكيد يرتبط بجودة حياتك و كيف تعيش حياتك اليوميا أوكي يعني معناته أن النوم لها أثر في جودة حياتنا جدا جدا الإنسان اليوم له ثلاثة أركان في جودة حياته أو اللايف ستايل الأكل والنشاط البدني أيوة و جودة النوم نحن متشبعين و لله الحمد حديثا على النشاط البدني و على الحمياء الغذائية و الغذاء المتوازن و لكن قلة اللي يسلطون و يتحدثون يسلطون الضوء و يتحدثون حول النوم و جودة النوم يعني تلاقي في هناك مراكز بحثية كثيرة و أبحاث كثيرة على النشاط البدني و الغذاء و لكن النوم نقطة عمياء